نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الخامسة الخمسة عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي وذلك بعقد جلسة نقاشية حول أوضاع التشغيل بحضور عشرين من أصحاب الأعمال ومؤسسات التأمين وممثل الجهات الحكومية المعنية خلال الجلسة تم الاتفاق على أهمية تطوير التعليم الفني في تلبية احتياجات سوق العمل والإشادة بتجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودورها في توفير العمالة الماهرة كما تم تأكيد على أهمية معايير الحوكمة في اختيار المتقدمين للوظائف العامة